اشتركوا في القناة 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 30 نقطة متقدم 10 نقطة ما ينفعش ان انت يبقى فيه تأثير بالنتيجة اكيد مش بحمله ان احنا اداءنا مش كويس في الثالث والرابع لكن ساعد الموضوع ده ساعد ان انت بتدي فاولات يعني هو مش قصد ان هو يدي الفاولات اكتر ما هو بيكسر تيمبو الجيم الجيم اهلي زمانك بيمشي بتيمبو معين احتكاكات معينة بين اللعيبة ما ينفعش ان انت تيجي احتكاك بسيط ان انت تصفروا هنا ما تصفرواش هنا يعني لازم ان انت عداء عشان اللعيبة حتى في المنتخب يعني لما بنطلع برا ما بتشوفش الكلام ده يعني اللعيبة بتعاني فعلا لان التيمبو مختلف خالص فاتمنى بس ان هما يزبطوا الحتة دي بحييهم عالجيم لكن الحتة دي فعلا انا احساس الشخص انها اثرت في الجيم بشكل كبير بقول هارد لك لفريق الزمانك كابتن مارعي ومن هنا انا حابب بس اوجه رسالة كل الناس عن كابتن مارعي خصوصا جمهورنا لان هو انا اللي ممكن اتكلم معها جمهورنا اي كلام بيبقى سلبي او اي كلام على كابتن مارعي كابتن مارعي ده قوامة كبيرة جدا في البسكت انجح مدرب مصري فاس ببطولات سواء مع نادي الجزيرة او مع نادي سبورتينج او مع نادي الاتحاد كلنا بنتعلم منه في قوامات كده زي كابتن اشرف او فيه كابتن مارعي كابتن عمرا بخير ناس كتير قوي ماينفعش ان انت تقول كلمة يعني تنقص من قدره او ان انت تتكلم كلمة التارية او كلام ده ده مدرب كبير علم اجيال كتير عام لكل المدربين اللي في الدولة دلوقتي سواء الواق البدر او الكرداني قبليه كل الناس دي طلع من تحت ايده مدرب عظيم يعني مخلي فرقة نادي الزمالك اخر سنتين زي ما انت شفت نادي الزمالك كان اخر فترة مش يعني مش مش بينافس عبو طولات بقوة العكس مع كابتن مارعي في نهاي الكاس ونهاي السوبر اظن ان يعني او احنا كسبنا بس كان عادي جدا كورة كورتين المكسب يروح الناحية التانية ده حقق او انا اشتغلت مع كابتن مارعي في انتخب الناشئين حقق علي ان انا ان انا يعني لان فعلا الموضوع ساعة بيبقى بايخ ساعة انت بتبقى متدايق من الموضوع ده اكيد اه وده انا باتكلم على جمهورنا انا مش باتكلم على حد تاني باتكلم على جمهورنا ان احنا دايما نتعودنها كجمهور في قامات كده لازم نفضل نحترمها ايا كان حتى المنافس زي ما كنا دايما منشوف حتى في الكورة الناس بتقول دايما بييجي صورة بنعلم بيها الاجيال كتير اللي هي بتاعة كابتن خطيب وكابتن حسن شحاتة هما نزدين حد الشيضاء يجيب سري كابتن حسن شحاتة ولا سري كابتن خطيب في نايس سواء اهلي او زمالك الناس بتحبها سواء هي انت اهلاوي او زمكاوي لازم تحب واحد يعني كابتن ماري سواء انت اهلاوي ازمكاوي لازم تحب واحد على كابتن انشوع التوفي Thomas فدي كان رسالة لازم اولها بحيك على روح كابتن أحمد ودي طبيعي من ولادي نادي الأهل تراب وجوه نادي الأهلي سريعا برنامج الأداد لنادي الاتحاد أو مباراة الاتحاد في الدونالس في النهاية خاصة الفاصل الزمن القصير وفيه كمان صفر إسكندرية أكيد إحنا نفس الروتين بكرة أجازة إن شاء الله عشان اللعبة تريح وتعمل ريكوفري في اليوم ده في اليومين الجايين هيبقى نفس الكلام نفس الفيديو ميتنجز اللي احنا بنعملها بندرس الاتحاد أكيد حفظينهم بس هم حفظيننا برضو بس بندرس المستجدات اللي على الفريق السيستم بتاعهم بنحضر المطش بطريقة كوائسة إن شاء الله نتمرن هم يومين ما فيش وقت طويل وعلى خير يعني إن شاء الله ربنا يكون معنا ويكرمنا إن شاء الله في الفترة الجاية شكرا أحمد والتوفيق دايما بإذن الله شكرا أحمد كابتن هيسم بدكت اللقاء مع كابتن أحمد الجلح المدرب العامل فريق النادي الأهلي تستمر للإنتصارات وتستمر للإنجازات ومستمرين في تغطيتنا وبرات الأهلي والزمالك كابتن هيسم تفضل محمد توفيق من أرض الملعب ولقاء مهم مع كابتن أحمد جرحي بشكرك شكرا جزيرا أنا يعني عندي تعليق بسيط كابتن أحمد في الملعب ما سمعنيش ولا سمع أنا كنت بقول إيه قبل ما نروح له يعني أنا كنت بقول نفس الكلام اللي قاله كابتن أحمد أنت منكش دعوة بالنتيجة الحكم ملوش دعوة بالنتيجة أكيد أكيد مش هو السبب ما بحملش التحكيم سبب تراجع أداء أو سبب إنما عوامل بتساعد فالنهاردة الحكم بيتأثر بالنتيجة لازم يا جماعة دي تبقى كرسات ولازم دي يبقى شغل من تلتي على الحكم أنا أنا ببصش على النتيجة خالص لو الحكم بص على اللوحة يعني نقوم على اللوحة التدريب أنا أنزل المطش مش هبص على اللوحة يقولي نفسه كده مش هبص على اللوحة أداءه هيبقى بنفس رتمه ونفس الشغل يعني هم قدوا هو حتى نفس الكلام قاله أنه هم قدوا يتأثروا بالنتيجة ففيه حاجات ما بقوش يصفروها ما الأهل كسبان كتير لا ما فيش كده ما فيش كده هو الأداء اللي بيتكلمهم ما قالوش كده بس الأداء اللي بيقول كده حاجة تانية طبعا إنه كل الاحترام حتى كستودي تحليل في قرآت النادي الأهل وإحنا جزء من النادي الأهل إحنا كل الاحترام لكل مدربين مصر سواء في كل الأندية أو في كل مكان وده الواجب وده الصح وده الاحترام إحنا هنا بنقول مبروك نادي الأهل وده وضعنا وبنقول هارد راك لفريق التاني أيا كان مين فإحنا دايما في الستودي التحليل بنقول كده مبروك وهارد راك فهو ده النادي الأهل وإحنا تعلمنا كده والنادي الأهل كله كده يعني حتى لو أنت بتلعب جوه النادي الأهل ولقدر الله يعني ما بتتوفقش بتسلم على الفرقة اللي كسبتك جوه النادي الأهل وبتقول لها مبروك وخلص هو ده النادي الأهل وطبعا أحمد الجرحي مش بعيد طبعا ما هو واحد من أبناء النادي الأهل فلازم يتكلم نفس اللغة طيب خلينا نروح لأرض الملعب تاني محمد توفيق ولقاء مع أحد اللاعبين للمستوى يعني الفترة اللي فاتت شاهد طفرة كبيرة وكان صاحب ثلاثيات في أوقات كتيرة يعني مهمة وشاهد سبات مستوى محمد توفيق مع أحمد مهيب من جديد بتواصل معك كابتن هيسا امتحاتي ليكو دفع الكرام كل جمهور النادي الأهل في كل مكان أحمد مهيب نجمة فريق النادي الأهل يعني كابتن هيسا ماشاء بيك ثبات مستوىك الفترة أخيرة وباسم النوم ما شاء الله دائمان السلسيات في الأوقات الصعبة يعني حاسمة بشكل كبير جدا عندنا مباراة الزمانك الحمد لله ومباراة قنقه تبطأ أقسم من رائع وكمان عندنا مباراة الالتحاد في النص النهائي أكيد جمهور النادي الأهل مستوى منك تينا مهيب طبعا الحمد لله وأهلا بكابتن هيسا مضيوف الكرام الحمد لله ماكسب النهاردة يمكن مطش أجواء ما كانتش أهل عاجة مطش كانش ليه أي لازمة كان الصغيرين خلصوا المطش يعني كانت دي حاجة سهلت علينا المطش عندنا إن شاء الله بقى مطش تاني مع الاتحاد المواجهة اللي كل سنة بتحصل بس يمكن بدري شوية عندنا وقت إن إحنا نتمرن ونعلى بمستوانا عن الفترة اللي فات الحمد لله الدنيا بتدت تتحسن واحدة ما بتدناش من أول الدوري كده أعلى حاجة يمكن الدنيا بتاع لهي بس الحمد لله ربنا يكرمنا كده ونركز إن شاء الله في سيريز بتاعت الاتحاد ونقدر نحسنها إن شاء الله على طول مهيب يحسب لكم النهاردة زي ما قلت المباركة التحصيل حاصل خاصة أننا مرتبط حسامة ولا كنتم ركزين لقبل المباراة مستر أجوستي وكمان كابتن أحمد الجرح على الخط كنتم ركزين أول كورترين كنا فارق كبير كده نوصلنا لفارق 25 بونت التركيز دوت وأعتقد كان الجهاز يتكلم معكم على الاستفادة من المباراة النهاردة تبقى بروفة المباراة للتحال طبعاً وإحنا يمكن أول كورترين كنا مركزين أكتر وكده كان باهم لسكور يعني بس يمكن في دروب كده حصل في المستوى ما كناش نتمنى إن ده يحصل إنت عارف يعني استسهلنا الماتش ولعبنا يعني بأرياحية أكتر كان مفروض إن إحنا نزود وندوس يعني أكتر وبتاع بس يعني يمكن الماتش خلص 11 بوينت في الآخر بس يعني إحنا بنلعب بمستوى إحنا بنلعب بمستوى إحنا بنلعب نفسنا نلعب مع بعض أكتر يمكن نهاردة الناس بتدت ترجع للمستواها التيم ويرج كان أحسن غلطات في الديفنس كانت أقل فده اللي إحنا عايزينه عشان نبقى نجهز إن شاء الله ونحسن بإذن الله دوري مرتبط إن شاء الله يعني للأهلي جمهور الأهلي ما يشبعش بطولات وإحنا حملين اللقب تقول لهم إيه جمهور الأهلي عمره ما يشبع بطولات خالص ولا إحنا يعني اللي تعلمنا في الأهلي بطولة بتنكسبها ونعدي بقى في اللي بعدها السنة دي إحنا جعانين بطولات أكتر يعني يمكن كان فيه إخفاق أول السنة يعني ده يدينا بقى دفع أن الجاي ما فيش هزار بقى يعني لا خلاص ما فيش هزار أنا حسين إحنا مكسدناش بقالنا كتير ودي حاجة ما تعودنش عليها من ساعة مجال النادي الأهلي إن شاء الله جمهور ورانا ودايما بيثق فينا حتى وإحنا تحت ومش في أحلى حاجة ودي أحسن حاجة يعني في الأهلي إن دايما الجمهور وراك ودي حاجة بتديك ثقة فإن شاء الله نقدر نعلى بمستونا ونقدر عندنا ثقة إن إحنا نكسب البطولات دي كلها الأهل أحمد مهيب مستمرين في تغطيرتنا وبراط الأهل والزمال الكيمي كابتن هيسن متفضل محمد توفيق أشكرك شكرا جزيرا ويمكن أحمد مهيب من اللاعبين اللي أداءهم بيبقى ثابت يعني لعب في الأول لعب في الآخر جاب ما جابش يعني بيعجبني جدا من ثلاث دي ولازم اللعبة زهارة تتعلم منها اللعيب لازم يعزل نفسه خالص عند أي مؤثرات داخل الملعب هو بينزل لعيب محترب بيقدي دوره وبيقدي دوره على الأكمل وجه الكل بيحترمه والكل النهاردة جددنا معاه في النادي الأهلي نتيجة ده أكيد الناس فاهمة والجهاز الفني فاهم هو دوره إيه كابتن نبيل مهم جدا نروح مباراة للاتحاد بكامل يعني الريكافر بتاعنا اللعيب أوقف على رجليها وده اللي قاله كابتن رحمد الجرح إن احنا كنا محتاجين نعمل روتيشن هل مباراة زي مباراةك مع الزمالك لا أنا أعتقد أن هي منفروض تجاهزك لأن البعض وجود مباراة فيها تنافس دي حاجة كويس حتى نفسيا يعني أنت حتى ماتش الزمالك نفسيا أنت لأ الزمالك منافس وفريق محترم وفريق قوي مدرب ومدرب قوي فده بيجهزك أنت كفرقة لما تيجي تدخل على مباراة زي بتاعت الاتحاد أنه برضو مباراة قوية ومدرب قوي وفريق قوي نفس تديبا الظروف يعني بتختلف طبعا المستويات أو التوفيق في الملعب بس ده حاجة عادية الأهلي واخد على كده نعم طب كابتن يعني النحية التانية من قبل النهائي هيبقى السبورتينج وسموحة القرعة خلت الفرقة الكبيرة جزيرة اتحاد أهل زمالك يقعوا مع بعض في نفس الطريق ومش القرعة لا نتائج نتائج في القرعة وكان فيه ظروف الأهلي ومش أهلي بس جزيرة كمان اه يعني انا قصد ان الأهلي لو كان كس في سبورتينج كان هيمشي في الاتجاه التاني اه وكان ممكن الاتحاد هو اللي قبل الزمال اه كان فيه ظروف إصابات دي قدت وطبعا وراح عيبة كبيرا من قدر من قدر فرقة سبورتينج عامل ومطشات هيلة وكنا في فترة حتى النقص بسيط وقدروا انه هما يكسبوا فريق الأهلي لكن في نفس الوقت كان فيه ظروف يعني الأهلي كان خارج من بطولات وكان برضو متعب احنا بنقول على الأهلي يعني صحيح فقدت ان احنا ندخل في اتجاه الزمالك والاتحاد اشكرا كابت نبيل خليط لعلى فاصل أعزائي المشاهدين ونرجع بعد الفاصل نكمل تغطياتنا المستمرة عن مباراة الأهلي والزمالك والانتهت بفوز النادي الأهلي 75-64 ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وزي ما حضراتكم تابعتم معنا كان أداء جاي جدا في الفترة الأولى والثانية يعني كان خلصان فرق 25 نقطة في منتصف الشوطين لأسباب وعوامل إراحة اللعبة كلمت عليها كابتن أحمد الجرحي ولكن ده لا ينقص أبدا نحن لازم نحيي الكابتن أحمد الجرحي على أداءه وعلى قيادته لمباراة ومنحيي كمان مستر أجوستي بوش أنه هو مديله كل الصلاحيات يعني النهاردة شفنا مستر أجوستي بوش قاعد في المدرجات بيتابع المباراة من بعيد ومدي الصلاحيات لكابتن أحمد الجرحي وهنا عايزين نقف شوية أنا يعني هاخد رأي ضيوفي في الموضوع ده أنه طبعا المدير الفني القوي ما يلقش بالعكس كل ما يبقى الجهاز الفني اللي معه قوي ده قوة للفرقة كلها فالنهاردة مستر أجوستي بوش يعلم أو بيدي الفرصة لكابتن أحمد الجرحي أن يقود الفريق بيكون دون أي تدخل بدون أي أنت شفته وكنا حرصين نحن نجيب الصورة على مستر أجوستي وكان قاعد بعيد جدا عن الفرقة بيتابع وبيشوف ودي فرصة لمستر أجوستي أن يشوف الفرقة من بره يشوف الفرقة من بعيد أنا وأنا جوه ممكن ما شوفش حاجات أشوفها وأنا بره فالنهاردة لازم نحيي أحمد الجرحي ولازم نحيي مستر أجوستي بوش كنت سعر رأيك كيف كلام برأي أن أنا بس عايز أقول فيه نقطة في كلام أحمد الجرحي أحمد الجرحي مشروع مدرب جيد جدا وأعتقد هو مستقبل لنادي الأهلي فنا وخلقا كلامه على أحمد مرعي كلام محترم جدا أحمد مرعي من أكفأ المدربين الموجودين في مصر كسب أكتر مدربين كسبوا بطولات كتير وهو أشتغل معه عشان كده هو نتيجة لتعليم هو أحمد الجرحي بتكلم كده فتيجي نقطة جس بوش هو واثق في أحمد الجرحي ثقة كبيرة جدا بدليل هو أغرام الدياستي أقاضوا الفريق في الشوط المنغارة اللي فاتت في الشوط تاريط والرابع والمغارة دي كابتا السلعوي هرجع أكمل أو أستمع عن حدك رأيك بس خلنا نروح لأرض الملعب بسرعة محمد توفيق ولقاء مع أحد اللاعبين اللي عمل يعني نقل في أداء النادي أهل الفترة اللي فاتت سواء دفاعيا أو هجوميا باستخدال إمكانياته والدور اللي بيوكله ليه مستر أجوستي بوش والنهاردة طبعا كابتا الأحمد الجرحي اللقاء مع أماروان سرحان فضلا محمد من جيد متواصل معك كابتا هايسم تحط الحضارك ودف الكرام جمهورنا ديها في كل مكان بتضم صوت لصوتك وأداء أكثر من رائع لما رأينا سرحان في فترة الأخيرة لعب أولاي اللاعب كتير بيكون أداء أكثر من رائع وبيفرم مع الفريق خاصة في الأوقات الصعبة ألف أبروك الفوز النهاردة أداء أكثر من رائع المباراة الأولى والمباراة الثانية يمكن الأكوارت كان فيه تراجع شوية للأداء ولكن أعتقد خرجتوا بالأداء فلو أنتم عايزينها والنهاردة كانت بروبة قوية جدا للماتش التحية حبيبي ألف شكرا أوجد تحية لكابتا هايسم وأنه جون في الستوديو كلهم طبعا النهاردة الماتش التاني مع الزمالك يعني مش عايز أقول أنه تحصيل حاصب بس هو الدوافعة مختلفة لما فيرة كنت تأهلت للسامين فأنا قريبت الدوافعة مختلفة بس مباراة صعبة أمام الاتحاد يمكن كل البطولات ونهاياتها الفترة الأخيرة أهل والاتحاد شايف المباراة ازاي خاصتها في الظل دي الوقت النهاردة الجمعة على طول المباراة الثلاث وفي مباراة بعدها الخميس وبص نحن على طول بنقول سواء قابلت الاتحاد أو الفرقة اللي بتنفسك عمتا على الدوري سواء قابلتها في الفاينل سواء قابلتها في السمي فاينل مش هتفرق أنت كايكا لازم تعدي عشان تاخد البطولة فايكا كايكا مش هتفرق السمي فاينل من الفاينل الاتحاد فرقة كبيرة لعبناهم كتير على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا فإن شاء الله هنتفرج على الأخطاء بتاعتنا الموضش اللي فات نتفرج أكيد على الموضش بطرق عربية لما لعبناهم وحن ركز على نفسنا ركز على الدفنس بتاعنا إن ده اللي بيدينا البوش للوفنس ويدينا البوش لننحن نكسى موضشات فإن شاء الله تبقى دوافعة جديدة ومكسك بدي مع واحد من ركازر السافن لنادي الأهلي جمهور نادي الأهلي بقى كمان عنده ثقاف مروان سرحان ووجوده في الملعب سواء دفعان أو هجوم زم كابتن هاي سامقال دو يمثل لك إيه ولقتك بجمهور نادي الأهلي والفترة جاتوا عندهم به طبعا أول حاجة أعدهم بالمزيد من البطلوات يعني دي حاجة أساسية بتتغيرش عندنا في الفرقة والنادي الأهلي عمتا أنا على طول بشتغل نفسي عشرة أجد سوكوت الناس فيها وكوتش بيسك فيها واللعيبة طبعا فدي حاجة كويسة جدا بدي دافع وإحنا في الأول آخر برضو بشتغل أزا تيمورك يعني فما تفرقش مين كان كويس ناردا هم حاجة أن تتعمل الحاجة المطلوبة منك عشان تفيد الفرقة سواء بقى ديفينز سواء بريبها ونسا يعني الحاجة اللي تبقى الأسسيند ليك بالمفرول أن تتعملها عشان تساعد الفرقة وده اللي احنا بقالنا شغالين عليه بقالنا تلات سنين فالحمد الله على الأداء والحمد الله على المكاسب وإن شاء الله وعد الجمهور بأن احنا نحقق أول حاجة المرتبط وزي محقق مععدنا بالسوبر عشان نسالح الناس بالحصل في بداية السيزون بطلاع عربية والمواتش بتاع كاس العالم فإن شاء الله يعني مزيد من البطلات شكرا برهان ودايما موافقة بإذن الأربعين شكرا لك كابتن هيسم ده كل اللي كان مع مرهان سرحان ودي كانت تخطيتنا وبرات الأهل والزمالك والصعود لدول الأربعة والعلامة كاملة أربع عمرات من أربع مبريات دايما يا رب الأهلي في انتصارات وبطلات ودايما يا رب النادي الأهلي رقم واحد كما هي كابتن هيسم اتفضل محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا وأكيد بشكر كل الكروب قناة النادي الأهلي اللي موجود في أرض الملعب اللي اكتهدوا بشكل كبير وانت واحد من أمام حمد بشكركم شكرا جزيلا ودايما كده يعني متقلقين وحطيننا في قلب الحدث الحقيقة اللي عايز أشير لمروان سرحان في حاجة انه مروان سرحان استوى يعني كلامه والطريقة اللي بيتكلم فيها والاستابلت اللي بيتكلم فيها دي فكر لعيب النادي الأهلي كسبه هو الراجل ده كان في سموحه وجي النادي الأهلي يوم سنة بعد سنة بيتطور النهار ده بالراجل بيقولك أنا بشتغل على نفسي فالكلمة دي تعني الكثير انه عارف انه عنده حاجات يعني مشاكل او نقاط كل العيب في الدنيا كده الحاجة التانية بيقولك بعمل اللي بيفيد فرقتي نلعب جماعي الراجل بيقولك هنكسب يعني النهار ده بدأ يعني استوى يعني دليل او سبب النهار ده نعرف سبب الترانسفير اللي حصل مع مروان سرحان المنتالي اللي انتو شايفين هو بيتكلم كابتن سلعوة جي أجل حضرتك النقطة اللي كنا بتكلم فيها قبل الفاصل سريع نبيل في موضوع مستر أجوستي وازاي ادى الصلاحات للجهاز الفني بالكامل وهو قاعد في المدرجات ولم يتدخل وفي حين فيه مدرجين فنيين كتير جدا بيحاولوا يتدخلوا هتقول اصلا مطشي مش مهم لأ حضرتك ما الثلاثة والرابع المطش اللي فات برضو عمل كده صح ولاقة يعني شايف ده ازاي شايف ده يفيد ازاي جهاز الفني وبالأخص انه يقوي أفراد جهاز الفني وطبعا دي شيء بيقوي جهاز الفني بس هو طبعا يعني هو بيقول لك زي انه لما جيه اتوقف يعني هو قف فيه استفادة من طرفين أحمد الجارحي وقف وخد السقة وهو كان بديول السقة وهو قاعد بره شايف الفرقة من بره أحسن وان من بره تملي المدرب لما بيتفرق غير اما يكون مشدود في المباراة فبتبقى العملية اريحية انا بس عشان عايز اقول حكتين عايز اقول النهاردة ان عيسى تفوق على نفسه بصراحة وقدر يكسب ثقة الناس شوية تطوير او لو استمر على كده يعني النهاردة واحدة 29 نقطة ما شاء الله يعني قدر يشتغل على نفسه وانه اعتبر نجم المباراة انا في الاعتقاد الشخصي انه هو اللعيب وبنقول برضه طبعا مبروك للنادي الاهلي مكسب كويس مكسب مدافع اشكرا كابتن سلعاو اختم بحدها كابتن نبيل شايف النقطة اللي تكلمنا فيها ان كان مستر اكروستي قدل في جهاز الفني جميع الصلاحيات ايه وهل دي في اضافة للفريق ايه وهتفيدنا ازاي في مطل الاتحاد هو طبعا مستر اكروستي زكي وبالتالي هو عارف ان سواء احمد الجرحي وخبراته او سواء الدياستي الاتنين دولا دعم لي يعني هما دعم لي هو واي حاجة هما يشوفوها مفروض ان هما بيقولوها له بحيث ان هو ياخد بيها او ما ياخدش بيها ده نصيح بالنسبة لأحمد الجرحي هو التاني بعدي ومن المتوقع او في اي ظروف ان هو ممكن هو يستفاد منه في الكاتشنا بشكرا كابتن نبيل شكرا جزيلا الحقيقة نوارتين النهاردة وانا سعيد جدا بوجودك نوارتين نبيل بخيط نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر ورئيس قطاع الناشئين السابق بشكرا نوارتين شرفتين شكرا كابتن محمد سلعوي طبعا كابتني وكابتن مصر تابعونا على شاش القناة نادي الاهلي عشان تعرفوا عندنا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنحاول بقدر الاستطاع كون مع ابطلنا في كل مكان بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعة وإلى جولة جديدة من جولات استوديو الابطل